يحيى دياب فتن سوري في مقتبل عمره من معرة النعمان بريف إدلب من أول المتظاهرين فيها حرمه الاستهداف المتكرر لمدينته وظروف النزوح من حقه في التعليم ليلجأ للعمل مع والده بائعاً للمحروقات على قرعة طريق هناك فقد يحيى ساقه بقصف للطيران الروسي عندما كان يقوم بإسعاف المصابين قصة يحيى في تقرير مراسلنا عماد كركس الثوار الأوائل في معرة النعمان يعرفون يحيى شيخ دياب جيداً ويعرفون كيف بدأ مع الثورة ثائراً طفلاً وكيف أصبح معها يافعاً لكن بساق واحدة فيحيى الذي يعد فاكهة شارع الكورنيش في معرة النعمان نظراً لخفة ظله وتواجده الدائم مع والده بائع المحروقات هناك نال قصف طائرة روسية من ساقه وهو يقوم بواحدة من أنبل مهمات الرجال لكن فعلة الطائرة لم تستطع النيل من بسمة لا تغيب عن محياه أنا صبت الطيارة الروسي ضربت بحارتنا أمت رحت لحتى أسعاف أعمل ضربات أمت أنا أغطي المراة أمت إجاد طيارة تانية أعملت غارة أمت أطعت أجري من هديك التانية في أزرات الأجر التانية يحيى الطفل الذي عارك الحياة مبكراً وترك المدرسة بسبب الحرب بعد أن أصبح بائعاً للمحروقات لم يثنيه استشهاد شقيقه وإصابة شقيقته وظروف الحياة الصعبة التي مر بها ومؤخراً إصابته عن إكمال طريقه كواحد من أصغر ثوار المدينة وأكثرهم حباً للثورة أنا عندما طلعت من المظاهرات لها لا بالثورة أنه كان عمره يدعى السنة كنا نطلع من المظاهرات لأمان كنا نضربها وما نخاف أنه يعني منها ونحن صار يضربونها من مزل الدموع والرصاص ونحن ما نخاف لها لا من أن نتابع بالمظاهرات وبالثورة كما لا من أن نتابع ويبقى له كما لغيره من السوريين صغاراً وكباراً حق الحلم بمستقبل أفضل بعد الخروج من واقع بدأوه بمظاهرات سلمية وحوله النظام لأكثر المراحل دموية في العصر الحديث